رئيس أركيان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد غايت صالح أفراد الجيش والمستخدمين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بمناسبة عد الفطرة التهنئة كانت عبر رسلة جاءت في مجملها يطيب بمناسبة الاحتفال بعد الفطرة المبارك كان تقدم لكفة الضباط وضباط الصف والمستخدمين المدنيين وإلى كفة أهلهم وذويهم بأحر التهاني واطيب التبركات رجيا من المولى العلي القدير أن يعيده على جيشنا بالمزيد من التقدم والتطور وعلى شعبنا المسلم برغد العيش في كنف الأمن والأمان وعمم الاستقلال